معنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حازم الشمري مرحبا بك سيد حازم هاسية زيارة اليوم للعبادة إلى النجف هل هي برأيك دليل قوام دليل ضعف لموقع العبادة السياسية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا للمتضافة بكل تأكيد لا بد أن نقول أن هناك متغيرات مؤثرة في المجهد السياسي العراقي منذ الاحتلال الأمريكي والي حد الآن المرجعية هي أحد المتغيرات المهمة والمؤثرة في ذلك المشهد السياسي العراقي اليوم الصراع بين القوة السياسية بكل تنوعاتها هو يدخل في باب من يؤيد ومن يكون بجانب تلك القوة أو ضد من هذه القوة لذلك اليوم الحكومة بعد خطبة الجمعة يوم أمس كانت مرحبة لدعوة المرجعية الرشيدة في النجف بدعم خطواتها الإصلاحية ودعم خطواتها في إطار دفع الضرر في إقالة الموسدين والفاسدين وإقامة إصلاحات تعمل على تقويم المشهد السياسي العراقي ولحتى الإداري لذلك أعتقد أن اليوم هو مصدر قوة لحكومة العراقية الحالية وهو رد جميل لتلك القطبة التي كانت يوم أمس بزيارة رسمية إلى النجف من قبل رئيس المجلس الوزراء سيد العبادي ولكن ربما يفسر البعض الآخر أن العبادي يخشى من المرجعية الشعية وهو ما يفسر مسرعته لثهاب إلى النجف عقب خطبة الجمعة كيف يمكنه اليوم التعويل على المرجعية الشعية وسط كل هذا المناخ السياسي؟ بكل تأكيد قلت أن أحد اللاعبين الرئيسين في المجلس السياسي المرجعية الرشيدة في النجف وبالتالي الكل لديه أوراق والكل لديه أدوات لذلك الصراع الموجود اليوم المرجعية حاضرة بشكل كبير جدا لا سيما في فتوة الجهاد الكفائي وفي كذلك دعم التظاهرات الشعبية التي خرجت في آب الماضي المؤيدة للإصلاح وقالت الفاسدين لذلك هي اليوم في موقع القوة وتستمر بهذا الاتجاه ذلك السيد العبادي مدرك لهذا المتغير والعامل الرئيسي في إطار دعمه هو يعمل في هذه الرؤية لذلك يكون ضمن هذه التوليفة على اعتبار أنه قبل أيام كان هناك رأي كبير جدا في السلطة التشريعية برلمان العراقي بإيجاد أدوات لسحب التفويض الإداري شكرا جزيلا لك من بغداد الصحو في حازم الشمري